كل مرتدي طقم الأسنان الكامل سواء العلوي أو السفلي بيحلموا بطقم أسنان عالي الثبات جداً بيحلموا بطقم أسنان ما يستخدموش معاه أي نوع من أنواع لاصق طقم الأسنان بيحلموا بطقم أسنان مش كل شوية يعملوله طبتين أو ري لاينينج بيحلموا بطقم أسنان يبقى عالي الثبات دون الحاجة إلى زراعة أو جراحة أو وضع غرسات النهاردة بشرة صارة جداً لأن الحلم أصبح حقيقة بتقنيات يابانية حديثة قدرنا نوصل لطقم أسنان عالي الثبات جداً دون الحاجة إلى وضع زراعات بتقنية بسيطة جداً الحقيقة أنا كان نفسي أطلع بث مباشر مخصوص أقول لكم البشرة الصارة بس للأسف لظروف خاصة ما قدرتش أطلع بنفسي بث مباشر ولكن هقول لكم أن النهاردة فيه طقم أسنان يسمى طقم أسنان مزود بصمامات تفريغ الهوى بتقنية يابانية ويسمى بالإنجليزية high effectively suction denture طقم الأسنان دوت ابتكروا دكتور ياباني اسمه جيرو أب قال أنا هعمل طقم أسنان يديني درجات ثبات عالية جداً دون الحاجة للاصق ودون الحاجة لطبتين ودون الحاجة إلى حتى زراعات وجراحة بإني أعمله اتنين صمامات تفريغ الهوى في جانبي قاعدة طقم الأسنان زي ثقبين أو اتنين valve أو اتنين صمامات لتفريغ الهوى وده بيديني درجات ثبات عالية جداً طب إزاي؟ لما الشخص هيحط طقم الأسنان دوت هيحصل تفريغ قوي جداً للهوى أو تفريغ كامل للهوى ما بين طقم الأسنان وما بين الغشاء المخاطي للفم أو ما بين الطقم واللسة ويتفرغ الهوى عن طريق الصمامين دول ويدوني درجات ثبات عالية جداً لدرجة إن معظم المرضى اللي جربوا طقم الأسنان دوت بيقولوا إن هو صعب حتى يتشال من الفم لدرجة إن هم بيحتاجوا ينفخوا أو يستعينوا بتقنية النفخ علشان خاطر يطلعوا طقم الأسنان السفلي اللي كلكم بتشتكوا من عدم ثبات طقم الأسنان السفلي تخيلوا لما تقم الأسنان السفلي يبقى ثابت لدرجة كبيرة جداً إنكم حتى مش عارفين تطلعوه فشيء ممتاز وتقنية حديثة جداً وفي نفس الوقت بسيطة جداً هيغنيني عن استخدام اللاصق هيغنيني عن استخدام أي نوع من أنواع الطبطين أو البطانة سواء في المنزل أو عند الطبيب هيقلل لي التهابات اللاثة وهيقلل لي القرح اللاثوية لأن طقم الأسنان بيبقى ثابت مش بيتحرك كل شوية في الفم هيقلل لي زيادة إفراز اللعاب اللي بتحصل مع بعض الناس هيقلل لي من الزيارات الدورية لطبيب الأسنان لمتابعة طقم الأسنان هيديني درجات ثبات عالية جداً وهيخلصني من كل مشاكل طقم الأسنان المتحرك الكامل طيب لو أنا دلوقتي مش هقدر أعمل التقنية ديت أو التقنية دي منتشرة في بعض دول الأوروبية والخالجية وكندا وأمريكا واليابان وأستراليا بس وممكن ربما تكون مش موجودة في البلد اللي أنا موجود فيها المشكلة دي حلها طبيب مصري قدر يقول حاجة أنا ممكن أعمل لكل أطقم الأسنان الأديمة اللي مع كل المرضى أقدر أعمل لهم صمامات تفريغ هوا عن طريق ثقبين بالكي المعين أو بالمفتاح المعين أو مفتاح مخصص أقدر أعمل ثقبين تفريغ هوا أو صمامين تفريغ هوا لكل الأطقم الأديمة وحولها لطقم أسنان high suction effectively denture أو طقم أسنان مزود بصمامات تفريغ الهوا وهيديني نفس النتيجة وهيتحول من طقم أسنان عادي إلى طقم أسنان ثباته عالي جدا أو عالي الثبات وهيخلصني من كل مشاكل طقم الأسنان التقليدية دي كانت البشرة الصارة اللي كنت عايزة أنقله لكم النهاردة وطبعا شفتوا لي صور توضيحية من خلال حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي استشارة طبية مش بس في موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة يتفضل في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية ادعموا القناة وادعموا الحلقة عن طريق الإعجاب بالفيديو ونشروا مع الآخرين وترك تعليق مشجع أسفل الحلقات ورأيكم في طقم الأسنان تفريغ الهوا مش أطول عليكم كانت معكم دكتورة إريني أبادير من قناة دكتورة إريني أبادير للاستشارات الطبية المجانية ترجمة نانسي قنقر بالتعليقات للمديanja